وشوقي قد مزاجت به رجائي على خوف فمن خوف مداقي ومن عرف المحبة عن يقين حرام أن يميل إلى فراقي وكيف أحب غير الله يوما وليس سواه في الأكوان باقي شراب الحب يعرف بالمداقي وما كل السواة له إساحي وحب الله عن أدم وصدق ولا أرضى سوى تقوى خلاقي بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وكل موالاه لازلنا مع منظومة عنوان الحكم لأب الفتح البستي رحمه الله وقفنا في اللقاء السابق عند قوله رحمه الله وأرع سمعك أمثالا أفصلها كما يفصل ياقوت ومرجان وإليك تفصيل لبعض هذه الأمثال التي هي مثل الياقوت والمرجان أولها أحسن إلى الناس أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان هذه هي النصيحة الأولى أحسن إلى الناس ونحن مأمورون بالإحسان إلى الناس كل الناس لم يقل أحسن إلى أصدقائك أو إلى أقربائك أو أحسن إلى المسلمين أو أحسن إلى المؤمنين وإنما قال أحسن إلى الناس اقتداءا بالأمر القرآني حيث يقول الحق تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنا وفي رواية حسنا بفتح الحاء والسين وهي فرش يعقوب أي قراءة حمزة والكسائية ويعقوب رحمهم الله وأيضا يقول الحق تبارك وتعالى وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا أَلَّتِي هِي أَحْسَن فَالَّذِينَ يَقُولُونَ الْحَسَنَ وَالْأَحْسَنَ مِنَ الْكَلَامِ هُمْ يَنْتَسِبُونَ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقُلْ لِعِبَادِي فَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَكُونَ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ الَّذِينَ نَسَبَهُمُ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ جَلَّ وَعَلَى فَقُلْ الَّتِي هِي أَحْسَن بل حتى إذا جادلت وجادلهم بالتي هي أحسن وإذا دفعت ادفع بالتي هي أحسن أحسم إلى الناس تستعبد قلوبهم ما الذي يحدث إذا أحسنت إلى الناس استمع إلى قول الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم من سورة فصلت فإذا أحسنت للذي أساء إليك ينقلب بل أقول ينعادل هذا المسيء ولو كانت إساءته هذه وصلت إلى حد العداوة ينعدل إلى قريب صديق مشفق عليك أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم أي تمتلك هذه القلوب بماذا؟ بالحب وبالإحسان لأن القلوب إنما جبلت على حب من أحسن إليها كما جبلت أيضا على بغض من أساء أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان ثم قال رحمه الله يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته أتطلب الربح فيما فيه خسران أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان هناك فرق بين الجسم والنفس الجسم لكي يكون سليما ومتوازنا فإنه يحتاج إلى سعرات حرارية معينة يحتاج إلى درجة حرارة معينة يحتاج إلى استهلاك مواد غذائية بالقدر الذي يجعله يؤدي وظائفه على النحو المطلوب أما النفس وهي التي تكلف لا تكلف نفس إلا وسعها وهي التي تجزى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم وهي التي توفى بما كسبت ووفيت كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون وهي التي تذوق الموت كل نفس ذائقة الموت وقد خلقنا من نفس واحدة يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ من نفس واحدة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا والنفس هي التي كرمها الله فحرمقت لها بغير حق من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وفي هذا التشريع تكريم لهذه النفس وحفظ لها وهذه النفس هي التي تخفي بواطن الناس ونياتهم ورغباتهم إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وهي التي تؤتى الهدى أو تمنعه ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وهي التي يؤتى بها يوم المحشر مساقة للحساب وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد سائق يقودها إلى أرض المحشر وشهيد على ما قدمت من خير أو غير ذلك في الدنيا والنفس عليها حفظة من الملائكة يحصون عليك أعمالك ويحفظون رزقك وأجلك فإذا استوفيت كل ما كتب الله لك قبضت إلى ربك إن كل نفس لما عليها حافظ فهل من المنطق أن تهتم بالجسم فقط ولا تهتم بالنفس؟ إذا كان الاهتمام بالجسم هام وهو هام فعلا فالاهتمام بالنفس أهم يعني لا بد أن يكون هناك توازن بينهما فإن خدمت جسمك فقط على حساب نفسك فأنت في خسران مبين يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته أتطلب الربح فيما فيه خسران أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان يعني اهتم بجسدك قو عضلاتك انفخها إن شد كن قويا فالمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف بشرط بشرط أن لا تنسى نفسك بتزكيتها بتربيتها بترتيبها والتزكية أهم من العلم ويزكيهم أولا ثم قال ويعلمهم في موضعين في القرآن الكريم آل عمران وسورة الجمعة تصحيحا للمفهوم في الموضع الأول الذي هو في سورة البقرة في سورة البقرة قال ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم هنا تقدم العلم على التزكية ثم قدمت التزكية على العلم في الموضعين الآخرين كأنه يصحح له المفهوم ثم قال رحمه الله وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زلته صفح وغفران يعني أحسن الظن في المسيء واعتبر زلته زلة عارضة لا يقصدها وليست أصيلة في طبعه وبالتالي فاصفح عنه واغفر له هذه الزلة ثم قال رحمه الله وَكُنْ عَلَى الدَّهْرِ مِعْوَانًا لِذِي أَمَلٍ يَرْجُوْ نَدَاكَ فَإِنَّ الْحُرَّ مِعْوَانُ كُنْ مِعْوَانًا أي كثير العون لمن عنده أمل في نداك الندى لغة هو المطر والبلل والندى هو الكرم والعطاء والجود فعليك أن تكون كثير العون لمن يطلب مساعدتك وتقدر على مساعدته لأن هذا من شيم الأحرار أن يكونوا أعوانا في الخير والحق تبارك وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وَاشْدُدْ يَدَيْكَ بِحَبْلِ اللَّهِ مُعْتَصِمًا فَإِنَّهُ الرُّكْنُ إِنْ خَانَتْكَ أَرْكَانُ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُحْمَدِ فِي عَوَاقِبِهِ وَيَكْفِهِ شَرَّ مَنْ عَزُّ وَمَنْ هَانُ من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان أي أن من استعان بغير الله تبارك وتعالى فإن مآل هذه الاستعانة سيكون إلى العجز والخذلان هذا معنى قوله فإن ناصره عجز وخذلان فالخذلان هو ترك العون والنصرة فعندما يكون الناصر هو العجز والخذلان فمعنى ذلك أن لا ناصر له على الحقيقة ليس كذلك ثم قال رحمه الله من كان للخير من ناعم فليس له على الحقيقة إخوان وأخدان أخدان جمع خدن والخدن هو الصديق الخدن أو الخدين هو الصديق أما كلمة إخوان فمعناها الأخوة من النسب وتثنيتها أخوان وجمعها إخوان وإخوة أيضا وأكثر ما تستعمل في الأصدقاء والإخوة في الولادة من كان للخير مناعا فليس له على الحقيقة إخوان وأخدان ثم قال من جاد بالمال مال الناس قاطبة إليه والمال للإنسان فتان المال فتنة كما قال الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم من سورة التغاب ثم قال رحمه الله من سالم الناس يسلم من غوائلهم من سالم الناس يسلم من غوائلهم وعاش وهو قرير العين جذلان غال الشيء غولا واغتاله يعني أهلكه وأخذه من حيث لا يشعر واغتال فلان فلانا أي قتله غيلة وخفية وقيل هي أن يخدعه حتى يصير إلى مكان قد استخفى له فيه من يقتله والغول هو كل شيء ذهب بالعقل والغوائل هي الدواهي أعاذنا الله وإياكم منها آمين من سالم الناس يسلم من غوائلهم يعني يسلم من شرهم ومكرهم وعاش وهو قرير العين جذلان جذل الشيء أو جذل بالشيء يجذل جذلا وجذلانا يعني فرح وجمعها جذالا والأنثى منه جذلانا وتقول العرب اجتذل فلان أي فرح اجتذل أي فرح من سالم الناس يسلم من غوائلهم وعاش وهو قرير العين جذلان ثم قال رحمه الله من كان للعقل سلطان عليه غدا وما على نفسه للحرص سلطان يعني من كان لعقله بحسن تفكيره وإعمال عقله سلطان عليه كان زاهدا في حطام الدنيا وليس للحرص والشح سلطان عليه ثم قال رحمه الله من مد طرفا لفرط الجهل نحو هوا أغضى على الحق يوما وهو خزيان الطرف هو النظر والطرف هو تحريك الجفون في النظر والهوى هو محبة الإنسان لشيء وغلبته على قلبه فالهوى هو عشق وقد يكون هذا العشق في الخير أو في الشر يقول الحق جل وعلا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الجنة هي المأوى والمعنى نهى نفسه عن شهواتها والذي تدعو إليه من معاصي وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صلى الله عليه وسلم معنى ذلك أن الهوى يكون في الخير أيضا من مد طرفا لفرط الجهل نحو هوا أي نحو شر نحو هوا شر أغضى على الحق يوما وهو خزيان أغضى يعني أطبق جفنيه على حدقته وتقول أغضى عينا على قذى أي صبر على أذى والمعنى يتثاقل ويتغاضى عن الحق وعن نصرة الحق ويكون ذلك ذلة ومهانة وخزيا له بسبب كثرة ما مد طرفه إلى هوا الشر والشهوات المحربة ثم قال رحمه الله من عاشر الناس لاقى منهم نصبا لأن سوسهم بغي وعدوان سوسهم ليس السوس هنا بمعنى السوس المعروف السوس له عدة معاني فيطلق السوس ويراد به آكل الشيء فكل آكل شيء فهو سوسه وقد يكون هذا الآكل دودا أو غير ذلك ويطلق السوس أيضا ويكون بمعنى السياسة ساس القوم رئيسهم أو أميرهم أو ملكهم وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بني إسرائيل كان يسوسهم الأنبياء كلما مات نبي قام نبي لكن السوس المقصود بالمعنى هنا ليس هذا ولا ذاك وإنما من معاني السوس أيضا الطبع والأصل الطبع والأصل والخلق والسجية تقول هذا الرجل الكرم من سوسه أي من طبعه هذا الرجل العدل من سوسه الفصاحة من سوسه يعني من طبعه وهي ملكة فيه وجبلة مجبول عليها فالذي يعاشر أناسا من طبعهم البغي والعدوان فحتما سيلقى منهم متاعب وعدوات وشرور كثيرة من عاشر الناس يلقى منهم نصبا لأن سوسهم بغي وعدوان هكذا طبعهم مجبولون على ذلك تعودوا على ذلك ثم قال رحمه الله ومن يفتش عن الإخوان يقلهم فجل إخوان هذا العصر خوان أي أن معظم أصدقاء هذا العصر خوان أي كثير الخيانة كثير الخيانة لأصحابه بسبب المصالح والأهواء والأطماع فمن كان بعض أصدقائه كذلك وعرف من مواقفهم ذلك فإنه يقلهم أي يبغضهم قلاه أي أبغضه وأبعده ومن يفتش عن الإخوان يقلهم فجل إخوان هذا العصر خوانه ولعل المقصود بالتفتيش هنا البحث والاكتشاف وإلا فالتفتيش بمعنى التجسس فهو محرم شرعا ومن يفتش عن الأصدقاء المعنى من يفتش عن الأصدقاء فيعرف عيوبهم فإنه يكرههم فجل إخوان هذا العصر خوانه يعني معظم أصدقاء أو أصحاب هذا العصر فيهم طبع الغدر والخيانة فهم إما إخوان سوء وشر وإما إخوان خير وبر وصلاح بل وإصلاح وفي الاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى وفي ذكر نعم الله بالتأليف بين القلوب يصبح الناس بنعمته ماذا؟ إخوانا فأصبحتم بنعمته إخوانا بل إن لقب المتقين في الجنة بعد أن يدخلوها بسلام آمنين أنهم إخوانا تأمل قوله تبارك وتعالى إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين فلو أجرينا تغييرا بسيطا على البيت لكان هكذا ومن يفتش عن الإخوان يعرفهم ما كل إخوان هذا العصر خوان كان هذا الكلام متى؟ في القرن الرابع الهجري معنى ذلك أن جل من عاشرهم أو صاحبهم الناظم في هذا العصر كانوا كذلك إلا من رحم الله هذا وأصلي وأسلم على من لو أنفق ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم اللهم ألف بين قلوب عبادك يا عزيز يا حكيم اللهم آمين على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وشوقي قد مزجت به رجائي على خوف فمن خوف مداقي ومن عرف المحبة عن يقين حرام من يميل إلى فراقي وكيف أحب غير الله يوما وليس سواه في الأكوان باقي شراب الحمد وعارك بالمداقي وما كل السواة له إساحي محب الله محب الله عن أدم وصدق ولا أرضى سوى تقوى خلاقي اشتركوا في القناة